إسرائيل استخدمت قطر لتعمق الانقسام الفلسطيني عبر اتفاق المدفوعات فعلى وقع التوتر بين تل أبيب والدوحة على خلفية صفقة التبادل خرجت تقارير إسرائيلية لتكشف أن إسرائيل عملت على ترسيخ الانقسام الفلسطيني وذلك من خلال تسهيل وصول الأموال القطرية إلى حماس وأظهرت رسائل سرية أن إسرائيل هي من توددت إلى قطر وطلبت منها ضخ مئات الملايين من الدولارات إلى قطاع غزة بمبادرة وتشجيع من رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ورئيس المساد أنذاك يوسي كوهان وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن خطة نتنياهو جزء من استراتيجية أوسع ترمي إلى ترويض حماس وجعلها ثقلا موازيا للسلطة الفلسطينية لتحافظ بذلك على استمرار الانقسام بينهما بجانب تشجيع الانقسام بين الفصائل الفلسطينية ومنع إنشاء دولة فلسطينية في عام 2018 بدأت قطر إرسال مبالغ شهرية لقطاع غزة في حقائب حملها قطريون عبر تل أبيب رغم رفض السلطة الفلسطينية ولكن الاستراتيجية والرهانة الإسرائيلي على المال القطري لتعزيز الانقسام الداخلي الفلسطيني جاء بنتائج عكسية فقد بيّنت الأحداث في غزة أن الموقف الفلسطيني لا يقبل القسمة على إثنين وهو ما ترجمته مواقف السلطة الفلسطينية وقيادات فتحة التي ترفض إدانة حركة حماس أو انتقادها وتحمل إسرائيل كامل المسؤولية وهو أيضا ما تؤكده جولات المصالحة الوطنية المتعاقبة وإن لم تكن مثمرة غير أنها محاولات تشدد على أن مسألة الوحدة فكرة قائمة وحدة يبحث عنها الفرقاء حتى ولو في الصين حيث عقدت حماس وفتح اجتماعا في بكين لإنهاء الانقسام الفلسطيني وسيعود الوفدان إلى هناك منتصف يونيو لبحث حكومة توافق وتوحيد المؤسسات الفلسطينية